بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره ونعوذ بالله من شروب أنفسنا من سواء في أعمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يهده فلا هاده له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد أما بعد نطمل قراءة الرسالة القشورية للإمام القشوري ونحن ما زلنا في الفصل الأول من الكتاب تكملت ما جاء في اعتقاب هؤلاء القوم أي الصوفية في الأصول يقول كما قال أبو محمد الجريري رحمه الله ده من كبار أصحاب سيدنا اليمون الجنيد من لم يقف على علم التوحيد بشاهد من شواهده زلت به قدم الغرور في نهوات من الثلاث يعني إحنا قلنا إن بالذات علم التوحيد أو علم الأصول إن علمت فيه الدليل صرت عالما وإن لم تعلم الدليل صرت مقلدة ومن معه الدليل ويكفي الدليل الإجمالي وليس مراباً الثليل التفصيلي ليخرج من رفقة التقليد وإلا المقلد ناجن على الصحيح عند علمائنا وإن كان علماء كثيرين أخرين قالوا أن المقلد في التوحيد غير ناجن درجة أنه يسمفه عقيدة العوام بسيد المرجوق الملكي عقيدة سمع عقيدة العوام فأما يرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقرأها عليه في المنام واهتذى الصحابة لها طرداً هذا كله في الرؤية فلما اتوقظ كتبه وعلمها للناس وسمع عقيدة العوام فيها ما يجد اعتقاد في الله عز وجل وما يستحيش في حق الله وما هو ممكن وكذلك في حق الأنبياء والرسل والأمور التنية وغير ذلك فقالوا أن هذه الأمور التي ذكرها في عقيدة العوام هي الأمور التي تخرج الإنسان من ربطة التقليد إلى العلم لأن العلم يحتاج إلى دليل يقولنا أن اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عند دليل هو دا العلم لازم يكون عندك دليل عشان كده شوف هنا سيدنا الإمام الجريري يقول ايه ها؟ لا وقفتنا عليها؟ كنا وقفتنا عليها؟ ايه؟ يغخل شرحناها؟ طاب الحمد يبقى هو قلبي شاهد من شاهد يعني بدليل من دليل لم ذكرناه يبقى الشاهد والدليل أخبرني محمد بن الحسين؟ قال صباح أخبرني محمد بن الحسين قال سمعت محمد بن عبدالله الراضي يقول سمعت أبا الطيب المراضي يقول للعقل ذلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة العقل محله العلم والمعرفة محلها القلب والشهادة محل الاسمين معه إذا تعبق العلم المعرفة كان شهادة كان شهود فأنك شهدته فيقول للعقل ذلالة اي للعلم لأن العقل لا يعلم إلا بالدليل اي انسان طالما عنده عقل يتيجي تقول له معلومة إن دلل فلوش عليها ينفع وقد لا يهتم بها لكن إذا دللتاه دللتاه عليها إذا طالما عنده الدليل خلاص يوم ما يترش للعقل ذلالة اللي هو الدليل دل العقل اللي هو محل العلم يبقى من اتفق بالعقل صار عالما وللحكمة إشارة والحكمة هي معرفة علة الأشياء وتركيبتها ومراد الله منه يبقى معرفة معرفة أعمق من معرفة العقل فالحكمة أعمق من العقل وإن كانت محتاجة للعقل أيضا لإدركها لكن العقل يدرك الدليل ومدل عليه عن الدليل ومديوله أما الحكمة تركب الدلائل مع بعضها فستخرج منها المراد اللي هو مراد الله من تركيب هذه الدلائل المختلفة لأن العلم قد يحضب العلم قد يحضب عن المعلوم فتنشغل بتفاصيل تفاصيل العلم عن مراد الله سبحانه وتعالى من تعليم كاذا العلم ولكن الحكمة نفوذ بصيرة يعني يكون علم مع بصيرة لكن علم بغير بصيرة تجد علماء الكفار انشغلوا بمعلومات كثيرة لكن لم لم ينقبح هذا العلم عندهم إلى الوصول إلى المعلوم فحببوا به للعقل ذلالة وللحكمة إشارة والإشارة بتعرفها من تركب الأجلة المختلفة مع بعضه فهذا يشير إلى هذا وهذا يشير إلى هذا ثم بعد ذلك توقف إلى مراد الله وهي حكمته في الهم وللمعرفة شهادة فإذا تحققت بالأذلة وبالإشارات وصلت فشهدت كأنك شاهدت لأن الإنسان إذا تحقق بالأشياء وصل فالمعرفة هو التحقق وبحل العارفين وقد يكون عارف غيره عالم يعني غيره عالم يعني إيه؟ يعني نعنديش علم بالأدلة المختلفة يبقى إنتان أمي لا يترأ ولا يكتب لكن عاد عارف بالله عارف إن الأخبار بيد الله تبقى إنتا راجل عالم كده وخرج من الأزهر وعنة اكتبيرة كده وماشي في الشارع والراجل بيكمس تقول إنتا كلمة لا ساكر إحنا استباحنا في الشمين يروح التاني الكلات الغالبان ده اللي معرفة يقر إليكتب يقولك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن معرفة عنده معرفة ليس في الإمكان أبدع من مكان أقام العباد في مع راضي عم الشيخ انت زي عم الشيخ مش ياخد زي عم الشيخ حافظ الكران كله عم الشيخ عنده أدلة كتيرة لكن عم مش معرفة الراجل اللي بيكمس الجلبان ده عنده معرفة قانع راضي مفصول حسس إن كل الأمور ده ماشية بجد الله يقولك يوم حتى لما يلوي حاجة ما يعترفش بقلب ويساعد بوته مفروس بقمة عيش لكنني مش دعان ولا نظر للفيدي الناس عارف إن ربنا الذي شقه له ثمن ساوكه وصابه عنده معرفة إن أنا الثاني عالم وموظف وبيعبط كل شهر قد كده لكن ناشي معهم حاجب المصري والغلق والدني والمعيشة كل اللحلة كان بكيام بقى بكيام والدنيا ما عمدوش معرفة عندي علم بس ما عمدوش معرفة كان في فرق كدير إذا اجتمعت هو ده الكمال العلم على المعرفة مفيش أكمل من كده لكن قضية طريقة وزا ما قلتلك سيدي الخواص كان هو شيخ سيدي معرفة يسايدنا عبدالوهاب الشعران وإن عبدالوهاب الشعراني كان عالم كبير من علماء الأزور ولو مصمتات وإن الإمام الخواص كان شيء ربيته لا يعرف أن يسرق ولا يسرق بفوقش الخط فأنا ما يعرفش الفرق بين الألف وكل الدون لكن عنده ايه معرفة كبيرة لدرجة إنه أول ما دخل عليه سيدي عبدالوهاب الشعراني شخصه الحجاب بتاعه تلع محجوب بنفسه وبالعلم هو ده اللي حاجه عن رجل عشان كده أقول قاله أول ما تجيلي قبل ما تجيلي قبل إيد أقل الناس قاعد يلفه في الناس يشوف مين أقل الناس مش لها أقل الناس لحد ما قابل واحد من الأولية صالحة قاله انت شيخك أقلك إيه قاله قبل إيد أقل الناس قاله انت أقل الناس قبل إيد نفسك ورحك فاستبح إنه مش شايف نفسه وقال إنه ده شايف نفسه متميز قاله انت إزاي فلما شاك نفسه متميز وربنا بقوله لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن استقع فالراجل بله صرح مقبل إيد نفسه ده خلش فيه قاله الآن عرفت إن كنت أقل الناس قاعد بقي الحجاب التاني قاله ما تجيليش الزيارة التانية إلا بعد ما تحرق كل كتبة قلت اترح إن الشجاب التاني العلم حبب بالعلم عن المعلومة فقاعد يقولك شهور يراود نفسه ده أحرق كتب دي اللي قدت عمري كله أشتريها وأعملها وسنفها ومش عايد لحد ما ظلمة الشجاب اشتدت عليه فراحة شايدها كلها مولاحة وراحة قبل حرقتها كلها إلا كتاب كان غليق أو عادي فدخل عليه قاله إلا الكتاب روح كمان ده كمان مع إن الشيخه مش معاه لكن أهل كشف لحد ما حرق كل كتبه وقاوم نفسه يعني حرق الحجابين حجاب العلم عن المعلوم وحجاب الناس وهي تذكية الناس يرى في نفسه الخصوصية يرى في نفسه معالم وغيره ظاهل يرى في نفسه يعرف وغيره لا يعرف يرى في نفسه أشياء كثيرة إنه هو عابد وغيره عبقته وخطأ وإن عبقته هي على الفقه المزبوط على ميزان الفقه يرى في نفسه إنه هو يحتم القراء وغيره لا يحتمها يعني يرى في نفسه التميز وربنا قول يا لاتو ذكر أنفسكم ويعلموا من يتقل فمشكلة كبيرة للعقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة فالعقل يدل يعني العالم العالم يدلح والحكمة تشير تشير على أهمية هذا الدليل للوصول إلى المبلوش يعني أشكر الحكمة ما تستهنش للدليل لأن الدليل وصفة للوصول إلى المبلوش ولولا الواسطة لذهب المنصور فلولا هناك دليل على الله لذهب العلم بالله ولذا الإنسان العالم الذي عند حكمة لا يحتقر العوالم ولا يحتقر الناس ولا يحتقر الأشياء بل يعظم كل شيء ويحترم كل شيء لأن كل شيء خلقه الله ليدله عليه فصار كل شيء فصار كل شيء دل على مجلول واحد وهو الله فصار كل شيء له أهمية وله عظم في ذاته لأنه يدل على المجلول ولولا الأشياء ما وصلنا لخالق الأشياء ولذا تم الله العوالم عالم لأنه علام على خالقه كأن الله سبحانه وتعالى حط الختمة على كل شيء في العالم أمني أنا الله أمني أنا الله في كل موقف في كل لحظة في كل ركب فلا تستهند ركب ولا بشيء ولا بورقة جرمية ولا بحجب ولا بموقف ولا بكلمة ولا بإشارة كله من الله كل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكدون يكتبون حديثا هذه معنى الحكم فالعقل يدل والحكمة تشير أن الدال يدل على مجلول عظيم تعظم الدال لعظم المجلول عليك يعظم الدليل لعظم الدال عليك يعظم اللازم لعظم الملزوم وهكذا وعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم النعمة واندق ما عنديش حاجة حقيقة صلى الله عليه وسلم لا يحتقل شيء المجلس صلى الله عليه وسلم لا تحقرمنا من المعروف شيء ولا تحقرمنا من المعاصي شيء ما تحقرش حاجة لما راح يفتر صبيحة يوم فاتح مكة وهو في بيت السيدة المهانة وداء منتصرا صلى الله عليه وسلم عندكم فتر ايه كثرة خبز وقليل من الخلق كثرة خبز باقية من العياد يا ريب حتى كثرة خبز دي باقية من اكل العياد يمكن ولادك متدش انت بتاكل من ستتتك وهم ولادك دا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه نعمل ادام الخلق نعمل ادام الخلق عالظة من نعمل انه نظر للمنعج مش نظر لكثرة الخبز فلم يحجب بالنعمة عن المنعج هو نظر لكثرة الخبز انها من الله والله عظيم فطرق عظيم ونظر الى الخل انه من الله وما قالش يده انت خل فيها خلق هو احنا مش لقين ناكل باسبوا كلامي يا عثمان وسيدنا عثمان كان من الاغنياء هاكلنا حاجة ناكلها حلوة تبح لنا بطر لا مش كده مش حال العارفين ليس هذا حال العارفين وهو امام العارفين صلى الله عليه والي اصل والحكمة تشير والمعرفة تشهد اما سفاة العبادات ان صفاء العبادات لا ينال الا بصفاء التوحيد يعني خلصة الحاجات لكلها الدليل والاشارة والشهادة الكل والدليل حال العلماء والحكمة والاشارة حال الحكماء والشهادة حال العارفين وهذا كل تدرب لان ليس كل عالم حكيم وليس كل حكيم عارف وكذلك وكذلك ليس كل عارف عالم قد يكون عارف بالله لكن جاهل بالشريعة فليه قاعد كده وفق القهوة ويلعب طاولة ويأخذ نفس من الجوزة والازم بيدي يقيدني ونصلي يقولك مهو لو شاء الله اني اصلي كنت قمت صليه او ده متحدد مهو كلامه صح ما شاء الله وكان وما لم نشأل مهو مهو كلامه صح لكن بيتحدد بشيء صحيح على ايه على عمل بار في انت ازاي فيبقى هو صحيح من حيث الحقيقة فهو يقول كلام معرف فيه معرف لكن خالي عن العلم بالشريعة فيبقى متزندك لانه انكر الاسباب ومنكر الاسباب محتقر لك والاسباب تدل على المثبت فمعنى احتقر السبب احتقر المثبت وقال شبك ده خسق وتزندق ايه انت ازاي مع انه كلامه فيه حقيقة فيه معرفة يقول لك يا سلام ناس كتير بتتكلم بالحقيقة يخرج كده الحرامي يقول يا رب استرني يا رب هو رايح يستر هو حاسف ان فيه رب وعارف ان ربنا ده بيستر وهو جرى بالحكاية دي كزا مرة سرق وربنا سرق ثم جرى وربنا السجد سبحانه وتعالى فهو عنده معرفة لكن عنده شريعة عنده علم فقد يكتمعان وقد يكترقان خد باله المعرفة ان وثقت الشرع نجدت صاحبه وان خالفت الشرع كانت وبال على صحبه فلازم المعرفة توافق الشرع وإلا كانت استبرابة وإلا تكون استبرابة وده خطر ومعظم الناس كرهوا الصوفية لان رأوا بعض الناس تحققوا بكلام المعارفة العارفين بغير تشراع يلبسوا خرقة التصوف فالناس تتكروا ان كل المتصوفة يقولوا كلامهم بدوش شوية ناس عنقلية مما اجدعوا بيه بس هم قاعدوا كده ناس تتكروا المتصوفة لان لبسوا لبسهم وتكلموا كلام عميق زي كلامه فالناس تتكروا ان الكلام ده هو الكلام ده تكاره المتصوف فاللي بيكره المتصوفة بيكره صيرة في ذهنه تخالف الشرع الشديد يمكن زي وبيهادمها على ان هي بكل التصوف بل المتصوفة بحقه منامس ولكن لا يفلكون عليها التصوف لا يفلكون عليها تزندق ان هم نفسهم قالوا من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق والزندق هي عدم الاعتراف بالسبب والاخذ به واحترامه جابته اليه الوسيلة ربنا بيقولي يا ايه الذين امانوا ابتقوا الله وبتقوا اليه الوسيلة كابونا ابتقوا الوسيلة ليه ما هو ربنا لما خلق الخلق قبر قبر الاهل النار وقبر الاهل الجنة ففيما العمل يا رسول الله مستقل النبي لما قال خلاص رفعت الاقلام وده في الصحر للجنة اهلها ولما اهلها انتهينا ولا اذا كان من اهل الجنة حيعمل بعمل اهل الجنة وربنا بيقولينا والله وخلقكم وما تعملون فالحكاية كلها تخلي الواحد يترك السبب اذا تحقق بيها بس فيترك السبب اللي هو الوسيلة اللي هو الشريعة كلها حدث معاني واحدة السبب والوسيلة والواسطة والشريعة كلها حدى واحدة مثل الفيز متخدثة تاريخ تاريخ الاسجاب وتاريخ الشرائع وتاريخ الاشياء لدرجة المستحابة لما عافوا كده قالوا ففيما العمل اذا يا رسول الله قال كل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له باشا كده بيقول ان صفاء العبادات صفاء العبادات يعني نقاء العبادة والعبادة هي الوسيلة والعبادة هي السبب والعبادة هي الواسطة التي توصل الى رب العبادة ان صفاء العبادات اي نقائها. نقائها من الرياء ومن العب. من الرياء اي مراعاة ما سوى الله. هذا رياء. والعب اي مراعاة النفس. وعجابه بها. نظره لنفسه. يبقى الرياء النظر الى ما سوى النفس. من المخلوقات. سواء الناس او غيرهم. والعب النظر الى النفس. باستذكية الناس. وعجابه بنفسه. فالرياء يؤدي الى الشرك. والنظر الى النفس يؤدي الى العب والكبر. ولذا من لا رياء له. عنده اخلاص. ومن لا اقبله عنده صفق. فالمخلص لا رياء له. والصادق لا اعجاب له. قد يجتمعان. ده قد يجتريقان. كل صادق مخلص. وليس كل مخلص صادق. كل صادق مخلص. يعني يجتمع السفق. اذا ووجد السفق يوجد معه الاخلاص لابد. لان الصادق لا يرى حتى لنفسه شيء. فلا يرى للناس من ده باول. اما المخلص فلا يرى للناس شيء. لكن قد يرى لنفسه. فاذا رأى لنفسه قد يوجد. ولذا قال المخلصون على خطر عظيم. في مبلاد في السرق. قال كل الناس هلك الا العالمون. وكل العالمون هلك الا المخلصون. الا العاملون. وكل العاملون هلك الا المخلصون. والمخلصون على خطر عظيم. لا يؤجب باخلاصه. قد الخطر. ده اول ما حيواجب يقع. يقوم يحبط عملك. يخش فلا تذكوا انفسكم واعلموا بمن يتقل. يخش يبقى زي الشتان ابليس. هو ابليس يتوقع من ينهو عمين باب العوجب. بالناس هو ابليس ده مشرت. مش مشرت. بيمكن يعرف ربه زي ما العالم والمؤمن يعرف ربه. ولم يتخذ لله يمدم ابدا. ابليس ده ماتخذت لله يمدم ابدا هو يعلم ان الله خالق الاكوان وانه لا شريك له. ولكن نظر نفسه فأعبد لها فسجد لها من دون الله سجد لنفسه أنا خير منه فلقتني من نار وخلقت أنا أنا فأول ما قال أنا دل على أنه لا تبق له فإن كان مخلصا في عبادتي لأنه ارتقى إلى درجات الملائكة ارتقى لدرجات الملائكة بإخلاصه لكن الله يعرف خصيصة نفسه أنه يعبد وينظر لنفسه أنه عابد يسيع وينظر لنفسه أنه طائع ويفعل ويرى لنفسه أنه فاعل ولا يرى توفيق إلا له ولا يرى فعل الله إلا ولا يرى ذكر الله على لسان نفسه بل يرى أنه هو الذاكر فاختبره في آدم ففشل فباين حقيقة وعلى شكل كده بيوضي سفاء العبادات أي من الرياض أي بالإخلاص ومن العجل أي بالصف لا ينال إلا بسفاء التوحيد أن هناك فاعل مختار وأنك لا تفعل شيء فإذا علمت أن هناك فاعل مختار وأنه لا فاعل معه ولا مؤثر معه إلا هو هو ذا سفاء التوحيد فإذا علمت ذلك لا تركن لشيء ولا تنظر لشيء ولكن تنظر لفاعل الأشياء وتستعين برب الأشياء فلا تنشغل بالأشياء عن ربها في جدات سفاء التوحيد هو دا الحكاية يسئل الجنيد عن التوحيد فقال إفراد الموحد بتحقيق وحدانيته إفراد الموحد اللي هو الله اسمه مفعول والموحد هو أنس أيها العابد إفراد الموحد وهو الله بتحقيق وحدانيته بتحقيق وحدانيته أي بدلاء لوحدانيته لإخراج المقلب شوفت بقى هم الصفية ما كانش فيهم مقلدين الصفية الحقة كلهم علماء عبدوا الله عن دليل فلما عبدوا الله عن دليل ظهرت لهم إشارة الحكمة فلما تحققوا بإشارة الحكمة عرفوا ومن ذاق عرف ومن عرف اغترى وعلى شكلة العارف أعلى من العالم لأن العلم محله العقل والمعرفة محلها القلب والله ينظر إلى القلب محل نظر الله من عباده القلب إفراد الموحد في تحقيق وحدانيته تحقيق التحقق أي معرفة الدليل على وحدانية الله عز وجل بكمال أحديته عند العلماء الواحدية تساوي الأحدية هذا واحد عند العلماء عند العارفين لا الواحدية تشير إلى معنى والأحدية تشير إلى معنى آخر والكل إلى الله ومن الله كل هو الله أحد ما قالكش واحد جموكي نؤكله والله واحد الله الصمم إيه فرق إنه هو قالكش واحد وقالك أحد دليل إن كلمة أحد دي غير واحد لها إشارة مختلفة عند العلماء فقالوا أن أحد ده كلام العلماء ديه كلام العارفين ده العلماء اللي ميزوا معظم العلماء الشريع لا يميزون بين أحد وواحد المتسوس أغلبهم يميزون بين معنى أحد ومعنى واحد علماء التصوّف يميزون بيننا علماء الشريع أغلبهم لا يميزون بينهما إلا من غلب عليه بعد التحقق اللي هو التصوّف يبتدي يعمل لهم نيزة فالعلمة عندهم اللي ميّزوا قالوا احد اي لا وتجزّق وواحد اي لا وتعدّد فالواحدية تمنع التعدّد والاحدية تمنع التجزّد لعند العلمة كلام حسن لكن عند المتصوّف العارفين لها معنى جلالة اخرى فان كانوا يتفقوا مع المعنى دا لكن عندهم معنى اعبق كنا تكلمنا عليه في المقدمة كان الله ولم يكن شيئا معه قبل خلق الاشياء وقبل ظهور السفات واثارها فكان في هدي الحل احد أغير معلوم السفة غير معلوم سبحانه وتعالى من غيره بل هو الذي يعلم ذاته وصفاته فلا يعلمه معه احد فكان احد فلما اللي هو يسموها مقام جمع الجمع حيث جمعت الزات السفات ومنعت آثار تعيّنها في الخارج فلما اجتمعت في الزات السفات ومنعت آثار تعيّنها في الخارج كانت احدية بمعنى الاحد عندها ببعضهم نفلق عليّا في بعض كتبهم العماء لان كان الله ولم يكن شيئا معه يعني كان ما سوى الله عماء يعني كانت الاكوان ظلمة ما كانش فيه حاجة والظلمة هو العدم فلما العدم فالظلم تبقى ايه اعمى مش شايد سيسموه العماء حيث لا عين ترى ولا اذن تسمع لانه لم يخلق بعد عين ولم يخلق بعد اذن سبحانه كان الله ولم يكن شيئا معه يسموها العماء ويطلقوا عليها معنى اخر تلقى بعض كتبهم زي السحر وردي ذكرها في كتبه يقول لك الاحدية هي استهلاك الصفات الزات حيث انها لم تظهر اي ذات موصفة بصفات غير معلومة فو احنا عرفنا الصفات الله الا من اثار تعيينها انت لم تعلم انه قادر الا لما رأيت قدرته ظاهرة فلم تعلم انه رازق الا لما وجدته رازقا فلما ثهرت اظهار صفاته عرفت صفاته قبل ظهور هذه السحات والتعيينات اين كانت كانت تامنة في الذات يسمو تعلق صلوح قديم تعلق صلوح علماء التوحيد يقولوها كده اي ان هذه الذات صالحة لان تكون خالقة قبل الخلق وان لم يظهر الخلق بعد صالحة لان تكون رازقا قبل ان ترزق صالحة لان تكون شديدة العقاب قبل ان تعاقد صالحة لان تكون قاهرة قبل ان يوجد من تقهره ولكن اين ظهر القهر واين ظهر ظهر الاساس فلما يظهر يسمو تعلق تنجيزي حادث لبعا لما تعلقت الصفات باثار تعيينها فظهرت في الاكوان يعني حدثت قبل ان تلم توجد يسمو ايه تنجيزي اي نجزت صارت ناجزة يعني الان حاجثة لانها مخلوقة لان اثار الصفات مخلوقة واصفات قديمة الصفات قديمة بخدم الذات فهي ذات موصوفة بصفات متعبدة اي بصفات سلوحية قديمة كما انت مثلا ما هو ربك سبحانه وتعالى خلقك على صورته يعني هو ربنا جسم لا مش جسم قد بالك ان صورته ان الله خلق ادم على صورته الهاء هنا قد تعود على ادم يعني على صورته المعلومة اللي انت عارفها وقد تكون على صورته اي على صفته سبحانه فكما ان الله رازق جعلك انت ايضا يجري عليك الرزق لغيرك فاديك معنى الرزق مين اللي بيرزق اولادك مباشرة انت ومين اللي بيرزق اولادك في الحقيقة هو الله عن طريقك فاديك معنى برضو الرزق الله مريد ودى لك ارادة الله قادر ودى لك قدرة لكن فرق كبير بين قدراتك او قدراتك لكن هو ودك شمينة شامة من القدرة عشان تعرف ان القدرة البسيطة اللي عندك ديه يبقى اللي خلقها فيك قدرته فوق كل تصور سبحانه لكن لا تستطيع ان تميز هذه القدرة الا بعد ان خلقك عندك نوع قدرة وخلقك عندك نوع ارادة جعلك سميع تسمع وبصير تفسر ومتكلم تتكلم فيكون الله سميع وبصير ولكنك جعلك سميع بآلة فاستقرت للآلة والله لا يستخر لشيء فيكون سميع بغير آلة سبحانه جعلك بصير بآلة وهي العين تستقر اليها فاذا فقدتها تفقد البصر فالله سبحانه وتعالى لا تتعطى صفاته فلا تتوقف على آلة لانها لو توقفت على آلة وافتقر اليها واذا حرمها حرم الصفة ولو تصور ان الله سبحانه وتعالى يستخر لشيء فلما خلقك على هذه الهيئة اي على صورة صفاته التي تناسب حدوثك لتعلم الفرق بين الحادث والقبيل في امت المعنى جبه صورتي هنا اذا عبت على الله بردو في الحديث تنفع تنفع بردو لا مش شرك خلقك جسما مركبا لتعلم انه ليس جسما مركبا لانك افتقرت الى عضائك فكيف يكون الله يفتقر لشيء فيستحيل ان يكون جسما افتقرت الى الحيز والحيز مكان مخلوق فيستحيل ان يكون متحيزا لان المكان مخلوق فافتقرك جسما فلما علمت انك جسما مركبا علمت ان الله ليس بجسم ولا مركب لان الجسم تحيز وان التحيز افتقار والجسم مركب والتركب افتقار لانه يحتاج لاجزائه واعبائه فعلمت ان الله ليس بمفتقر لشيء فلا متحيز ولا متركب لو لم يخلق على هذه الهيئة ما علمت صفاته سبحانه وتعالى ادي معنى تعينات الصفات قبل وجود هذه الصفات المتعينة الظاهرة في الخارج كانت احدية فلما ظهرت التعينات المتعددة صارت واحدية اللي هو مقام الجامع جمع الجامع اللي هي جمع الصفات الزاد وبقام الجامع بس وهو جمع السفات المتعددة بتعيناتها الكافرة التي لا تمتهي انها من واحد فقط فجمعت كلها في واحد لذا دا ما قام الجامع فمن رأى الله من خلال تعددات تعينات صفاته في الاكوان فقد تحقق بمقام الجامع ومن لم يرى الاكوان ولكن رأى الله ممدا للأكوان فرأى الله بين الامداد فرأى العدم فلم يرى الا الاحدية فمتحقق بمقام جامع الجامع لان الله لما اوجد الاكوان لم يجدها وتركها بل اوجدها وامدها فلولا توالي الامداد ما تحقق الاسعاد ولا وجدت الاكوان طول ما طيار المدد شغال طول ما الاكوان والصفات تعينات الصفات ظاهرة وموجودة اول ما ينقطع المدد رجع كل شيء جاي المكان رجعنا للعماء الاول فمن نظر لتوالي الانداد وعدم انقطاعه نظر للاكوان واصلا الى المكون فمتحقق بمقام الجامع اللي هو الواحدين ومن نظر لمددات انقطاع الامداد بين كل مدد نظر للفناء الذي كان هو في مسحة الاكوان فالاكوان كلها ممسوحة بالفناء وعليها الفناء مكتوب فلينظر للحظات الفناء بين انداد كل انداد لا يرى الاكوان بل يرى المكون فتحقق بمقام جامع الجامع فعشان كده بعض الصوفية لما تحققوا بمقام جامع الجامع تكلموا كلام الناس ما فهمهوش وافتكر ان هما بيقولوا بالشلول وبيقولوا وبيقولوا قالوا في شغلانة تانى ده اول كان في مقام تانى بيكلم في مقام الاحادية خدت دالك فينكر حتى الاسبات في لحظة الاحادية دي حتى ينكر الاسبات لانهم الشيء في الاسبات ده هو خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى كشف عن بصيرته في لحظة من اللحظات تعينات الصفات اصلا فرجعت الصفات بعد ذلك صارت كامنة الزات فلم يرى الا ذات احدية طي اذا سئله اين الله من الله يخص يقول هو فيه حاجة غير الله من المتكلم يقول له الله يقول له شوف بقال الله حلف المتكلمين ده كافر يبقى هو بيتكلم زي ما تكون انت بتكلمه بلغة وهو بيرجعليه بلغة تانى بقى هو في حتة وانت في حتة يمسكوا يقبضوا عليه اقتلوا المجنون هو مش شايف اللي بيقتلوا مش هما الله يوم يساعدوه يساعدوه يعني هو بقى مستسلما في الاكبار لانه رعى المقدر ولم يرى الناس فانت ازاي؟ ده مقام تانى بقى مش غلق تانى معلش بكده هما ميزوا بين الواحدية والاحدين الواحد مهما تعذبت اضافاته للاشياء للارقام يعني حط انت واحد وجنبيه اثنين وجنبيه ثلاثة وجنبيه اثنين مهما تتعذب جدا للواحد واحد محلش في الارقام والارقام ليست لها طينا الا بالواحد يعني انت من غير الواحد ده يبقى طينا اي رقم تانى لازم يبقى للواحد ده بغيره واحد مفيش ارقام في سيء صفر في صفر صفر يعني عدم اول ما يبقى في حاجة لازم يبقى في واحد فالموجود بحقه هو الله وكل ما اضيف الى الواحد فهي موجود بغيره لا موجود بذاته واجب لغيره لا واجب بذاته فالواجب بذاته هو الواحد فانت ازاي وما سوا الواحد موجود بغيره فكل ما سوا الله مضاف للواحد والواحد لم يحل في ما سواه واضح واشا كده قالوا علم الحساب يؤدي للتوحيد قالوا كده علم الحساب يؤدي للتوحيد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة 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 عشر 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 قد كده الحد بيش اليوم لليوم ارقام لا تنتهي واخذات اي رقم ايه اكبر رقم يقولك ما اعرفش بان اكبر رقم حط عليه واحد يبقى في الاكبر منه بالواحد اللي حتحطه ده ايه ان اوجد فيستحيل ان يوجد بغيره موجود يستحيل ان يوجد رقم بغير موجود للرقم فينسب زي ده طيب بغير ارقام عدم ديره فيستحيل ان يوجد ان يوجد ان يكون عدم محط لابد ان يكون هناك وجود بذاته لينسب اليه كل وجود بعد ذاته فلما كان هناك موجود يقينا وهو هذا العالم بل على انه لابد ان يكون منسوبا لموجود اصل اوجده وهو الواحد فانه بغير نسبته لهذا الواحد كان عدم ولكن الوقت مش عدم يبقى لازم يكون منسوب لواحد يبقى لازم هناك الواحد فالواحد موجود بعد الوجود وقبل الوجود قبل وجود ما سواه وبعد وجود ما سواه لم يحل فيما سواه ولم يزد عددا بما سواه سبحانه وتعالى ولم يستقنس من وحشة بخلق الخلق ولم يستكثر من قل فهمت ازاي علم الحساب يؤدي الى التوحيد فعلش كده انا الشيخ الجنيد ماشى على ايه؟ على نمط الصوفية كلهم انهم يميزون بين الاحادية والواحدية قد ذلك با يقول ايه؟ افراد الموحد بتحقيق وحدانيته لاخراد المخلط بتحقيق بكمال احديته اي انه واحد بعد تعينات صفاته وبعد تعينات صفاته لم تتأثر احديته فلم يستكثر من قلة فهو ما زال احد بالرغم وحدانيته اي انت المعنى با؟ ادي المعنى اللي هو عايزي يقوله لك يا انه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بنفي الابضابي الضد اللي هو ايه؟ اللي هو العكس والاندادي اللي هو القرين والاشباهي اللي هو الشبيه بلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل بلا تشبيه يعنى لا تشبه ذاته بذات سوا ولا تشبه افعال بافعال سواه ولا تشبه اقواله باقوال سواه هذه بلا تشبيه وفي نفس الوقت لا تنفي استفاة لان بيبا تعطية وفي نفس الوقت لا تكيفها لان في هذا تكثير تثبت الصفة بلا تكييف ولا تشبيه للحوادث وإلا لو شبهت للسمت ولو نفيت عطل فلا تكون معطل ولا تكون مشبه ولكن تكون مفوض ادي المعنى بلا تشبيه وإلا صار مجسما ولا تكييف وإلا صار مدركا للذات والذات لا تدرك ولا تصوير وإلا صار متصورا صورة لإلهه والله على خلاف كل تصور لان تصورت مخلوق مهما تصورت فتصورت مخلوق والله غير مخلوق فكيف يتصور المخلوق غير المخلوق محاد وعلى شكل كل ما خطر بذلك صلى الله على خلاف ذلك لأن كل ما خطر بذلك مخلوق ولا تمثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير منزع عن الزمان والمكان والأجسام والأعراض والانتقال والحلول سبحانه وتعاله منزع عن كل هذه الأشياء مش يقول لك بقى له سمع ليس كمعينة له بطر ليس كمعينة رعوانة بتاع المتايمات اللي هم المجسمة يقول على نصوم السلف سلف تبش وامين خاضر يقول لك له عين ليس كع عيننا يقول لي له عين ليس كع عيننا وتجري اللفظة على حقيقتي بأثبت الجريح بأن حقيقة العين الجارب هي اللغة كده أما تقول لي اجري اللفظة على حقيقتي بلا تكييف يبقى أنت أثبت الجريح لكن لم تكيفه عين واسعة ولا بيئة عين سورة ولا حمرة ولا خضرة ولا صفرة ولا ملوينة ولا مقاطة ما كيفتش لكن أثبت الجريح تقول أنت إزاي خطر الكلام اللي بيقولوه دا خطر حتى بخد بتعرفات قال كلام غلط بخد بتعرفات هناك جد نامرة حاجة غريبة قل نحن نجري استفات على حقيقتها من غير تكييف ولا تبجيل ولا تعطيه والله ولا فان حاجة دا هو دا عين التكييف لن نحن نجري استفات على معنى يمنع من التكييف والإدراك والتشبيه والتعطيه فإذا أجريناها على أي معنى يمنع هذا فيكون هذا المعنى مقبول ولكن قد لا يكون هو المعنى المراد وده معنى التأويل لكن يكون مقبول لأن في قاعدة عامة ليس كمثل شيء والأولى صرف اللفظ عن ظاهره الموحي بالتكسين أو حقيقته الموحية بالجارحة ثم بعد ذلك ففوض الأمر إلى الله وهو نذهب السحابة لزي ما قلتلك يقولك له عين طب هي عين ولا أعين مو قال لي تصنع على عيني ومرة على أعيننا وإنك بأعيننا مرة يقول على عين ومرة بأعيننا صح والأعين هو عين والأعين هو عين والأعين هو عين والأعين قد إيه ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة وانت بقى مش فاهم خالص وانت راجل مش فاهم ويقولك أحكم اللفظ على حقيقاتي تم حقيقة العين هي الجارحة صح ولا لأ إزاي يصرفوا على حقيقاتي يعني نصبت الجارحة أنت بالجارحة ويخم الناس ويقولهم بلك يقول لي يا سلام وحي هو مجاس هو كده مجاس لأنه أتبر أن الله له عين جارحة ولكن بلكيث وعشان كده قالوا ايه نسبوا إلى الله كل نقص وتمحكوا بالبلكة نسبوا إلى الله الجوارح وكل حاجة قالوا بلكيث له يد بلكيث ليست كايدين بلكيث ينزلوا يعني نسب النزول بالحركة نزول حقيقي يقول لك كايد بلكيث هو النزول الحقيقي بالحركة بالانتقال هو ده النزول الحقيقي يعني انتقال بلكيث الله يعني ايه بلكيث يعني يثبت النقص وينزل في اخر السطر يثبت النقص في اول السطر وينزل في اخر السطر يبال يثبت وينفد اللي أثبته في اول السطر ويجاهد ده هو مذهب من مذهب الجهلة لان يقول او لأ على نفس الشيء يبقى ما يعرفش تقول واحد اروح يساوي فان يقول لك اثنين لأ يبقى او جاول ما قال اثنين وبعدين قال لك لأ تبجيني الباردة لك الامتحان ولا يبقى جاهل شبط اثنين اثنين الى الله الجارح مستوى على العرش استواء حقيقي بلا كيف حقيقي ده سوى شوان بقى اللغة حقيقي الاستواء في اللغة حقيقا هو الجلوس هو الاستقرار على الشيء هو ان يطير محمولا على شيء ده الاستواء عند المعنى الحقيقي وهذا المعنى لا يليق بالله عز وجل ان انا اجريب المعنى الحقيقي على هذا المعنى لان كل ما سوى الله يحمله الله بقدرته سبحانه فكيف اكون محمولا العرش والكلسل محمولان بقدرته سبحانه وتعالى فكيف احمل اللفظة على حقيقته ثم اطلد لكيس قطر لكن لا بد ان اطرف اللفظة عن حقيقته اولا التي توهم بالتشبيه ثم بعد ذلك افوض الامر الى الله او اول لاني عربي قرآنا عربيا غير بعوز نزل للعرب والتأويل هو ترك ظاهر اللغة الى غير ظاهره لقوينة عقلية او نقلية ده التأويل لان اللفظ له ان معنى حقيقي ومعنى مجازي او له معنى ظاهر ومعنى مقابل للظاهر يسمو ايه تأويله المعنى المقابل للظاهر اللي هو المعنى المربوح يسموه تأويل فعشان كده سمو المؤولة انهم جهبوا للمعنى المربوح من اللفظ لا للمعنى الواضح من اللفظ وهو الظاهر لدلالة عقلية عندهم جعلتهم يصرف اللفظ عن ظاهره الى معناه المؤول اللي هو اللفظ المربوح لدلالة التي عندهم من النقل ليس كمثله شيء ومن العقل ان الله سبحانه وتعالى لا يتقر لشيء ولا يحكاب لشيء فمن قال على شيء كان محفولا ومن قال تحت شيء كان مفهورا ومن قالت لشيء كان محفورا في انت ازاي ارشال كده عندهم معانى عقلية ومعانى مقلية تمنعهم من اجراء اللفظ على حك الخطف وزي ما قلت لك المثال بتاعنا لما تقول لواحد مش عربي انا عندي عيالي بدري عليهم لانه يقول لك كده حتعورهم لانه حيتصور ان البتنين اللي قال على الارض كده بتجري عليهم فيقول لك كده تعورهم حرام عليك وانت مفيش في قلبك شفقة فقول انت راجل عربي تفحك عليك يقول يا ده مش فهم حاجة خاص ده انا بجري عليهم اي بجري علي ارجاتهم اي بجري لتحطول ارجاتهم يقول انت فنت معنى تاني مع ان اللفظ على ظاهره مخالف ايه اللي خلاني ان انا اطرف ظاهر اللفظ الى معنى تاني مربوح بالعقل لانه مستحيب يكون الاب بيجري علي عيالي كده صح؟ يبقى العقل هو اللي خلاني بتاعي لما يقول لك خد بالك من الكتاب بتاعي ده اللي انت حتستعيره منه تقول لي ايه ده فعنية هم قولك هو عيطرفها تضحك عليهم لان انا اتهمت يعني هتحطه في عينك بحقيقة لكن انا اتهمت على طول لان انا عرب اما قلت له فعنية يعني اتحفظه يعني زي ما بحافظ على عيني هحافظ عليك اش كده اتهمها كده فالعربي اصيل يتهم كده على طول من غير ما تابت لك لك معنى فلما ربك يقول انك بعيننا اي في حظينا كران عربي واضح يلتفنا على عيني سيدنا موسى على عينه وسيدنا رسول الله بعينه سيدنا موسى على عينه واحده وسيدنا رسول الله باعين ليبين فرق مقامات الانبياء المسالة مش مسالة جارحة زي ما تقول انها جارحة بلا كيف لا فالمسالة يبين لك مقام المخلوق انده فسيدنا موسى مخلوق وسيدنا محمد مخلوق لكن مخلوق على العين ومخلوق بالاعين فرق كبير بين المقامات فرق كبير بين من على العين ومن في العين ومن على عين واحده ومن في اعين شفت مقام النبي ما فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت القرآن جاء القرآن ليبين مقام النبي مش يبين صفات ربك وامتفن كلام مختلف لاني لازم على شفت تفهم كلام الله تفهم مراعاة السباق والسياس فانك بأعيننا فالكلام للنبي فالنين تفتلقي الأعين هو ربك يتكلم على نفسك يتكلم على رسوله يتكلم على نبيه يبين قدر نبيه مقارنة بقدر بقية الأنبياء فالنين تاخد من الآية دي صفات الله فالكلام مش فهم لا سياس ولا سباق ولا لغة ولا عربي ولا حاجة خاضر فالشاكرة مذهبه مذهب الجهل فالتبقى مذهب الجهل فهم جهل فهم جهل جهل التوحيد فلما جهل التوحيد خاته يعزمه سيدنا رسول الله لا يشريكه فهم جهل جهل لان حسنهم ما يفعوا قدر النبي الى الى حقيقته هيقرب من قدر من مقام الله عندهم لان الله عندهم لم يتنزه التنجيه الكافي عن خلقه فاقترب من خلقه لانهم ظنوا انه جسد فخافوا ان يعزموا كل جسد تلمس المقصورة وعلى طابدة تلمس مش حوى طابدة ويا ابن واحنا بنقبل جسد تب ما احنا بننمس الحجر وبنقبله والنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم عبد الحجر حجر قريبه اوكرا ما هو ناسك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل حاجة تؤدي الى الشت حتى لو في ناسك فكل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان ربه ليس بجسد ولكن الله لما خلقك جسما اراد لك ان تلمس جسما نسلك ليشهد لك مراعاة لحالك فخلق لك الحذر ودع لها كافه في الارض فمن لمساك انما طافح الله لان الله لو سلمك كثب الارض فاراد ان انت فحك وانت خلقه يحبك ويرحمك ويتيجل إليك وعلم انك مدائن الله فكالت يتقابل حاجث مع القبيل محاذ فلما اراد ان يخصص عنك تعطف العزة وقال به فلما تعطف عزه سبحانه وتعالى خلق لك حجرا ودع له ككثه وليس هو كثه لانه لا جارحة عنده يدع لمن ساتحه كأنما ساتحه الله عزه كل دي رحمة لك وبيانا لك انما ليس بجسن فلا تخذ من اي جسن لان الله وخالق الاجسان ولا تحتكر اي شيء خلقه الله لان الله يخالق الاشياء فلما ليه صلى الله عليه وسلم ارادنا حضرا وقدّل حضرا ليعلم ان المسألة ليس فيها مسألة المظاهر وليس فيها مسألة الماديات ولكن مسألة الرمل وعشان كده لما علمنا ذلك يققرنا النبي وحدناه يعظمنا النبي ايما تعزين لانه مهما عظمنا النبي فهو ما زال محصورا في مقام المخلوق ومحال ان يتقل الى مقام الخالق ابدا محال ولما علم الله من خلقه انهم وحبوه يعلموا انه لا مباينة انه لا تشابه بينه وبين خلقه امرنا ان نوكر ونعظم الانبياء والسالحين يتعذروه وتوتروه وتوتروه تعذروه النبي وتوتروه النبي وتسبحوه الله وممكن النبي بس ما ان التسبح والتنبيه اي انزه النبي عن الشبيه من الخلق هو مخلوق لا شبيه لك يتنشي برده بعدشا كده الهاجنة ابهام الضمير هل تعذروه وتوتروه وتسبحوه بكرة واصيح يعني نزه النبي بكرة واصيح ونزه الله بكرة واصيح واصيح وأشكرت تعذير النبي وتقويته ونصراته وتنزيجه عن نشابهة الخلق الخلق جميعا لانه هو الدر اليتيمة واجبك ايه يتيما فآوة يتيما مش معناه يعني ميت الارض زي ما انت فاهمت يتيما يعني لا شبيه لك لا نظير لك فآياك اليك واجبك ضالا انتهبا اي مختلطا بالناس لا يعرفون قدرك كالبلالة بمعنى الاختلاق اختلطت بالبشر فصرت فيهم كأنك بشر فلستك البشر واجبك ضالا انتهبا اي تهداك لما اظهر ميزتك على نسواك بعدما كنت مختلطا مع الناس لا يدون خلقك ولا يدون حقيقتك وعلى شك كده دل يعني اختلط اذا بلالنا في الارض اينا لفي خلق جديد يعني اذا متنا واختلطنا اذا باقينا في الارض كراب اينا لفي خلق جديد فالدلالة بمعنى الاختلاق اذا بلالنا في الارض اينا لفي خلق جديد يقول ان دلال لغة بنعمى الاختلاف اي تختلف اجسالنا لتراب الارض او انا في خلق جديد ما الكفار كان عرب يتكلمه عرب والقرآن عربي نازل للعرب دون بيقول لهم يا جبكة دال انت هذا هل النبي كان عنده دلال الكفر قبل البعثة ده كان بيتعذب اللي قاله زياد العدس قبل ان يحاوليه ولم يسجد لثمن قصر ولم يغفل عن ربه لحظة قبل البعثة وبعده يقول ضلا هنا بمعنى ثان مختلف يجبك ضلا او مختلفا بالناس يظنون انك كثائر الرجال ولكنك رجل لك الرجال بشر لك البشر كما ان الذهب حضر لك الحضر فلما اراد ان يبين فضيلته هداه هداه لشرعه ليبين فضيلته على ناسه هي لا تصدحه تمشي للنبي ولم تمشيش التنين من يمشيهاش التنين يفهمهاش لانهم خايفين ينزه النبي لحظة ان يعبدوا النبي لانهم ما قدروا الله حتى قدري لو قدروا الله حتى قدري لا علموا ان النبي مخلوق والمخلوق مختلف لخالقه فمهما عزمت المخلوق لا تعبده الكعبة معزمه ولا مش معزمه طيب قال عبدنا الكعبة فمش معنى مش عايزين معزم النبي بالذكات الكعبة المؤمن العادي انا وانت اعزب حرمة من الكعبة ساح او لا بالمؤمن العادي امال بقى يعني سيد المؤمنين او المرسلين يبقى اوه اذا كان المؤمن العادي تعظيم هيابك تعظيم الكعبة وهشب كل واحدين بلا كعبة يبقى النبي ايه اذا كان كل واحدين بلا كعبة اذا كان النبي ايه من الكعبة معزمة اما هلا ما جد عزم بايتك عظيما وكسفيك منك كريما يقول لك المعزمة ولا بات لا تعظم شعر الا الله دب ما رب تقوله ومن يعظم شعر اللقى فاماني تكونó انت تخل كله لانتجاهل تقى مش فاهد ومن يعظم حرنات الله فوهه خير الله عنده رب لانتجاهل مش فاهد هو لما ربنا عمر الملائكة تسجل لسيدنا ايه ادم السجيد دا سجيد شرك؟ زردنا حيأمر الملائكة بالشرك؟ ولا سجيد تعزين؟ سجيد تعزين؟ يعني عمرهم ان يعزموا آدم في السورة وسيدنا محمد في الحقيقة لو لان نور سيدنا محمد في سلبي آدم سجدت الملائكة فلما رأت الملائكة نورا النبي في سلبيه سجد كان مسجد له في الحقيقة سيدنا محمد وفي السورة سيدنا آدم كنت نبيا وآدم من جبل من سجد الملائكة فهو معظم في الأكوان منذ ان اجم الله للأكوان ان تفوق انت يجيب بس الحكاة سهلة فلما يبقى ربنا سبحانه تعالى عظيم اراد ان يخلق خلقا يتحقق بصفة العظمة لا يشاركه فيه مد فخلقت ذات المحمدين التي في الأحادية التي استهلكت فيها كل من ربات الله من خلقه ثم بعد ذلك ظهرت آثار أحاديات وفي التعيينات كلها تطارت سرًا سريًا في الأكوان ايه مشكلة؟ ايه مشكلة؟ ايه مشكلة؟ يعني بيه اللي داخلت مقوم ولك ده شارك؟ ايه شارك اللي فيه؟ مش فاهماً إلا انهم يبقى مش فاهنين بب ربنا يهديهم يهدي أخبرنا محمد بن يحيا السوفي قال أخبرنا عبد الله بن علي التاميني السوفي ياه يقولك ايه بيقروا الصفية ايه بيقروا الصفية يلا عمو خب حزاء كده يوك 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 لما البرجي كان مبيعه يجتمل شيخي يقولك اخناك اصوفي هو هتحضر له لا باصوفي هو هتحضر له يقوله كده واكتر من كده واكتر من كده واكتر من كده لكن ربنا هتمنحهم احنا بنحبهم لأن هم على تكره هم على تكره برضي من المراد اللهم ان هم يتلعوا كده ينجذيك هو البرجيس واحد البرجيس مش بيقرست يقوله يخليك تقلق تنطفل الفد صح ولا لأ تقوم عمين زيالبراجيس كده في وسط أمت النجل قاعدين كل الشيء يهيضي فينا حد النجل كل الشيء يهيضي فينا تنبيه النجل كل الشيء يهيضي فينا تنبيه النجل كل الشيء يهيضي حاجة واحدة مبيعات لتعاك يقوله انت اجعب له بليل يبقى هو صعبك على انك انت تنصر النجل وانا هتنطفلش ده ما تحترمه ولا ما تحترموسه وتحبه ولا ما تحبوسه نحب لان لو لع كلامهم الغريب ده ما تفتحكش شهية العلماء لغرب عليهم طلعوا أدلة جميلة وأزالوا من كل دينا كل شبه ده زحب الله خيب على ما بعد وزاب الله عليهم وهناد هم تحبين للناس بس حب علي مقيم قلتوا يهيه نشكلهم خيب لحسول لو عمل كنا يشكر قلتوا لو عمل كرا حيبه موشك لازم يعمل كرا عشان بموحك يهيلي بسا ما يمشيش في قلب سيدنا الحكيم قلتوا لو نشو في الشرعة يهيلي نشك بقى يمشي في الشرعة في وراء يهيلي يمشي في اللي وراء دا يلاقوا الامام القطبان والعين مدفون الله قلتوا هيمشي فيه يركب سيارة قلتوا ويركب سيارة قلتوا هين حوشك لا ده حشري قلتوا هيا نفسي مش عادة يمشي مكسين بحيريح فيه يقول لك مطرحش الجامع اللي فيه قبل قبل مطرحش تحج الكعبة مدفون فيها 70 مد الكعبة هو هتحج بقى نحسن تشرك حدود حوالين الكبير حدود حوالين الكبير الأنبياء لا حاولة ولا قاتحيلة لا واحد واحد واولة اللي حفر من رحمه وسول الله فنيش شاهن لما هو المسألة فيها شركة ما كانش الأنبياء هستخد بالك علم التوحيد لا تختلف فيه الشرائع توحيد سيدنا آدم هو توحيد سيدنا شيس هو توحيد سيدنا إبنس هو توحيد سيدنا نوح هو توحيد سيدنا إبراهيم هو توحيد جميع الأنبياء إلى سيدنا محمد هو الدين واحد الشراعي تختارط اللي هي الطريقة طريقة الحداد لكن المعبود يارحل واتفاتنا تختارط ما لما كانت توحيد واحد سيدنا إسماعيل يبثن أنه هذا في الحجر وعارف أن الناس بتفحوله للكعبة يقول لكذا سيدنا إسماعيل ما كانش ناحد ما كانش بيستمر الزراءة طب علمه سيدنا إسماعيل بقى الناس يقول لك سيدنا إسماعيل هم صامين الحجر حديث ما أنا قلت يقول لك يعني هل سيدنا إسماعيل كان ليس عنده حكمتهم؟ سيطفن أم مادر في الحجر؟ يا هل سيدنا إسماعيل لما يموته يبثن يبثن في الحجر بجوار أمه ما كانش عنده حكمة ساعتهم؟ عارف هم لو كانوا موجودين ما كانش جفاني في الحجر؟ يا هل سيدنا إسماعيل وقت؟ يقول لك لا رفعين ليه لحسن الناس تعبوله الله بقى أنت أكثر سيدنا ولو سيدنا لو المسألة كده لو الأثار دي كلها هتؤدي للشرق ما كانش ربنا أكثر أكثر سيدنا إبراهيم سادا سيدنا والتخذ من مقام إبراهيم مسلم دا مش كده جسد دا ربنا أكثر وقال لنا صلوا عنده الله متوجهين إليه بينكم وبين القبل هيتخذوه قبلة مع القبل لأنه أثر نبي وده على إبراهيم بقى مستجاب فإذا كان أثر سيدنا إبراهيم وإبراهيم بقى مستجاب مين أفضل سيدنا محمد ولا سيدنا إبراهيم دا ما لهؤلاء القوم لو كانون أكثرون حديث دا الله يسبب الأسباب ربنا بيجري النساء على يدي من شاء لو كان ربك سبحانه وتعالى يعلم أن من سبب الجرائع قال له يظهر حجرا معجبنا لما خلق كعدة طوالما أفضل سيدنا إبراهيم صح؟ فأينا تولي فسمى أجه الله يسبب لكن الله تعالى من سنتي أن يفضل الأجنين على الأجنين والأنكن على الأنكنة لأنه يحلق ما يشاء ويختار ويعلم أنك إنسان تحل في الأماكن فتميل للمكان وتحل في الزمان فتميل للزمان فخلق لك أجمنا متفاوتة الخبار وخلق لك أنك إنسان متفاوتة الأماكن لأنك تحل في الأماكن وتعيش في الأجنين حتى ترى الناس كل شيء وحتى تصل للناس كل شيء فلا ترى سواه فائلة وتتخذ كل وسيلة توصل إليك ولا تقصر في اتخاذ أي وسيلة وتحترم كل ما تبده لك اتأل الله من فضله أين يسره لكم من أسباب فإذا أخذت بالأسباب التي يسر الله فقد سألت الله من فضله إذا عدشت جعبت إلى الماء سبب الريد وإذا بعت جعبت للطعام سبب الشبع وإذا عرضت الهداية جعبت للأنبياء والعلماء سبب الهداية ولكن من الذي يفعل الله هو الذي يشده ومن الذي يروي الله بالماء ومن الذي يعلم الله بالعلماء ومن الذي يهدي الله وليس الأنبياء إنك لا تهدي من أحدثك ولكن الله يهدي من أسباب ولكن هل معنى ذلك أن أترك الأسباب فأقول إن الله هو الذي يهدي فأترك الأنبياء ولي لهم ذهدي هل من الأفضل أن أترك الماء وأنا عدشار وأقول الله يروي فإذا جعبت للماء وأقول أنت مشرك لأنك جعبت لغير الله لن جعبت إلى بأد خلقه الله للوصول إلى الله فدعنا النبي باب كل السبب ودعنا النبي هو باب الأبوال ودعنا النبي هو مستاح الخيرات كله خلق النبي وخلق الخيرات ودعنا النبي خازم عليه ايه المشكلة يعني؟ أن تقول النبي يدبر الأمر قولك أشركت يا شيخ فأبنين النبي أفضل وليا الملائكة أفضل الخلق في الممعوم إذا ما ربنا على الملائكة والمدبرات أمره إذا انت مش عارق القرآن بقى إذا انت مش حارق بقى إذا ربنا على الملائكة والمدبرات أمره إذا كانت الملائكة تدبر أمره وما النبي لا يدبر امره حاج غريب او الملائكة تدبر امر الله بفعل الله فيه والنبي يدفل الامور من الله بفعل الله على يديه وما رميته رميته ولكن من له رجل لازم تذكر ان الزائل هو الله ولكن يفعله على يدي من شاء من هجاجه والراجق هو الله ولكن يرجقه على من شاء من هجاجه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا قاسم والله مات وانهم الظلم وانبطاك اهو كم استغسر الله استغسر لهم الرسول سواجر الله تواد الرسول ايه الشركة لعدل معاني دي كلها اللي قوله على استطوع مشركين مش فائل انا مش فائل لحد الوقت حاولت اعود معانهم وفن ايه يعني المحكم اعرفت شكل اخبرنا محمد ابن يحيا السوفي قال اخبرنا عبدالله ابن عالي التمين السوفي يحكي عن عشسين ابن عالي الدانهاني قال سؤل ابو بكر الجاهر الجاهر ابادي عن المعرفة فقال المعرفة اسم ومعناه وجود تعليم في القلب يمنعك عن التعثير والتشبيه التعثير نفسي السوفي جاهر يهد تشبيه هو اجراء استفاء على حقيقتها كما قال بعد اهل السلسفة والاهواء ان الناس غير موصوفة لانها لو تعددت استفاد فتعددت في الجواب فنفي استفاد حتى لو مخاسب تعدد في الجواب التفار مؤكرة والمشبهة اجر استفاد على حقيقتها تجسد ولكن انهالك امتعك المعرفة للهدي كتعددين في القلب تعزمه عنه كواه فيمنعك من تعطيل اتفاد لانه لابد ان يكون موصوفا ويمنعك من تشبيه اتفاده بغيره لانه يستحيل ان يكون جثما او مخلوقا او حاجفا فيمت المسألة فقال ابو الحسن البوشنجي رحمه الله التوفيد ان تعلم انه غير مشبه للجواب ولا من في اتفاد جاد غير مشبهة للجواب ولا من في اتفاد يعني لها اتفاد ولكنها ولكنها ليست على حقيقة رفضها لان الله وضع باذاء المعنى والمعنى الذي في ذهنك مخلوق كما انت مخلوق فلابد ان تمثل معنى المخلوق في ذهنك الذي وضع باذاء اللذي اذا وضع باذاء اللي عزيزة لان الله ليست مخلوق اخبرنا الشيخ ابو عبد الرحمن السلامي رحمه الله تعالى قال سمعته محمد ابن محمد ابن غالب قال سمعته ابا نصر احمد ابن سعيد السنجاني يقول قال الفتاين ابن منصور الحلاج في ذهب اللايج شوف بقى الحلاج يقولي وهم كانوا يقولى يعني مش عاربني كتا شوف بقى نقولي الحلاج قلبي من كل الحدد أي قلبي من كل بكل المخلوقات الحدد حدا حدا حددها مخلوفة قلبي من كل الحدد لان الكلام له السمحة فقل لنا دولا حادث ان تبقى لي من كل الحدث لان الكلام له من هو السمحة والكلام اي لا اول لك والبقاء اي لا اخر لك الكلام اي لا اول لك وداقي اي لا اخر لك فالذي بالجسم ظهوره فالذي بالجسم ظهوره وهو الحدث كل المخصوطات الجسم ظهوره صح ولد فالذي بالجسم ظهوره فالعرب يلزنه يبقى في الجسم مكون من اجزاء ويحل في الاماكن يتحيق وتظهر فيه الاعراب وان العرب شيء اعتباري لا يظهر الا في جسم ده العرب امر اعتباري كده ما يزهرش زي الالوان في الاشياء اللون عشان تعرف حدا ملونه لازم تشوف حدا يبقى فيها اللون زي السفرة والحنرة في الوردة وزي الخضرة في النبات باسم عرب طب تبقى لك لو لم يكن هناك جسم النبات ما كنت شروع بالخبار ولا الحناء صح؟ خلني بالجسم ظهوره بالعرض ينزمه يبقى الله سبحانه وتعالى الجسم مستقر لأجمائه ومستقر للتحيط فهي لا يبقى حين ان يكون الله جسم هذي كلامه يعني العرب مستقر هشد من هالجسم لأنه يبقى للجسم المتحيط زي المكون من الاجباء فالعرب هشد اتقارك فهي لا يكون الله عرب الله محمد كفر لأن المحمد عرب يحل في الخلوب يلا جسم ولا تظهر المحدة إلا في الخلوب ولكل بأجزاد أما يقول الله محدة مكتبأ وخاضر كفر صح ولا لها لأن المحدة عرب ولا ليس بعرب المسلمين يقول الله محدة ومكلفين تغنيها للمهار وإحنا نعمل بها لكن المسلمين يقول الله محدة ومكلفين تغنيها للمهار وإحنا نعمل باندينها وإحنا مسلمين لما انتكاثر سنة سبعة وستين كل الأهار وطفحة مكتبأ قال الله محدة تغني بالمحدة وللقجر ونأحمق الخطر تحق السهمة وخطر وقالتينها 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 إيه؟ إن بحر الجيس المعطلة في السنة ونهاتف وطفحة الهارين المدينة لانتم شعاركم الشرك والكفر إيه؟ ما لكم أنهان فلو المدينة لما انتكاثر ثلاث سنة والناس أعمل تنزل وتشعر الحشيش والناس أعمل تنزل ويعمل لها حسنة كل شهر قولوا الله الله وهي بتقول كلام كفر محدش اعترض بتقول كلام الشعراء الغاوين مش الشعراء المؤمنين ما في شعراء غاوين مش شعراء مؤمنين إلا الذين آمنوا عنه الصالحات وانتصرهم بعد مدينة فعلشان كده كان لدي بالجسم ظهوره فالعرب يلزمه اللي هي بكل ما في الله بالجسم ظهوره جب العرب يلزمه جب الله لها بجسم ولا بعرب العرب أشاب استقرر من الجسم والجسم أشاب استقرر من الجوهر لأن الجوهر قد يكون مركب وغير مركب إنما الجسم لا بد أن يكون مركب يمكن جنب لأن يالذي بالعداد اجتماعه فقواها تنزل يا سلام على سلام جسم الحاجات والذي بالعداد يعني بالآلة بالآلة اجتماعه فقواها تنزل يعني انت اجتماعه تجيب جدين ودراعين وجسمه رهبة والناس ورجلونه تاخده وتعطيرات تجيب اتلاع انسان أدوات كلها آلات بتظهر بيها قدريتا لأذي الأدوات إذا فقدت ايديك فقدت فقدرتك وإذا فقدت عينيك فقدت بسرا وإذا فقدت اذنك فقدت سامعة فقدت حركتك يبقى انت بالآبات اجتماعك فأذي الأدوات هي التي تنزلتك انت بسنزلتك نفسك يبقى الله سبحانه وتعالى لا يفعل بالآبة ولا بالآلة لا يتقر للجوارح ولا يتقر للمعالجة انما قلوه يا رابشان ان يقول لو كن فيكون بغير آلة فقد غيره أداة إسهل إذا عربت نفسك عربت ربك إذا عربت نفسك عربت ربك فأنت كلامه بقى يالذي بالآبات اجتماعك فصياها تنسككك يالذي يؤلفه لياك يطرقه لياك انت فيوقتي تبقى موضود وفاقتي تبقى مش موضود صح ولا لأ يبقى خلاص ترمت فيوقتي موضود وفاقتي مش موضود فبقى انت ما تنفعش في القوابد الوجود يبقى الله سبحانه وتعالى غير مرتبط بوقت لأنت الوقت يجمعك ويطرقك والآبات يجمعك وتنسكك فالله لا بأباه ولا بوقت ولا بحيه ولا بلس ولا بعرض تنسكك 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 وغيره انت قائم بايه؟ بجسمك وجسمك قائم بأبعادك وأبعادك مستقرة بالتفاقها ببعث وهذا كله مستقر للحيز الذي تحل فيه ومستقر للزمان الذي طيب فيه فجعرت عليك عمارات الاستقار الى كل شيء فتست فقيرة بأشياء كثيرة فالضرورة يعني الاستقاظ الضرورة هو الاستقاظ انك انت مستقر في وجودك لكل شيء فالضرورة والذي يقيمه غيره فالضرورة تنسكك يبالله قائم بذلك يا بغيره اذا كنت قائم بغيرك والله على خلاف ذلك قد الله قائم بناسك بانت الجاي اذا كنت قائم بغيرك فالضرورة تمسك يعني الاستقار يمسك فيكون الله مستقر في المزي لا تحسه ضرورة ولا يستقر لشيء الكل مستقر له وهو ولا يتقر لشيء شفت ازاي عرفت التوحيد بالجنة بالنكين وفي انفسكم اتدت بسرورة ليه دلك على نفسك ليه دلك على خالقك سبحانه وتعال يالذي الوهم ينطر به فالتصور يرتقي إليه الوهم اللي هو مجرد التطور لأفكار مربوحة جالذي يتحقق وهنا في ذهنك فمنك هتتطوره لنرى انه ممكن ترسم تحول لك تتطوره تتطوره لما الله لا يتواهم ولا يتطور لأن كل ما تواهم يتطور والله لا يتواهم ولا يتطور لأن كل تواهم تطوق وكل تطور والله على كل جديد ليه انتبار معنا ومن اواه محل ادركه اين ومن اواه مكان يعني حل في المكان يسأل عنه باين ومن اواه مكان ومن اواه مكان ادركه اين فاذا قلت انا تعمل معنا تعمل عن المكان ومن هل يتعمل اين الله من جارية انهم تعمل فيه نقولهم ان اي سؤال عن الزمان او المكان اذا ارتبط بالله فقد معناه الزمان والمكان عند العركب فلما تعلها اين الله اي اين مكانته عندك لا مكانه فتعلى عن المكانة للمكان فعشارت الى الزمان جهة المعظيم وجهة الكندين فنزهت فقال دعوها انها مغنين ثم تهم على غير خالد فهموا انه يسأل عن المكان وطاعموا ان الاشارة للسلول فجعلوا ان الله حل في الكندين وقال كل محجي حقي لان الله لا يحج من الانسان ولا من الامجنة لانه خلط الامجنة ولا بد من تأويل السؤال والمسؤول والاجابة فقال اين الله يحتمل اين مكانه وأين مكانته ونعلم ان الله لا مكان يحبه فبل على انه يسأل عن المكان للمكان فلما قال لها اين الله اين مكانته عندك وكانت ما تحكم ان تتكلم فأشارت الى السماء جهة التعزين والتنديل فقال دعوها انها مؤمنة لانها نزهتها عن النظير والشميل لا جهة لا اشارة الى جهة المكان بل اشارة الى جهة التعزين كم؟ اذي المعنى هم في غلط خالد هم عايزون يبقى الله في السماء فوق العرش قاعد كبه يرسلوا بالتباشير قال لها ايه الكلام ده يحب منهم لتبهم بالتباشير عالتنبورة كم هي تفضل الظنب عبدين كانت حاجة واربعين حكى قالنا الشيخ نجيد المتاع والله حكى قالنا الشيخ نجيد المتاع قال بيشرح لهم التوحيد قال لهم ودي الارض اهيه ودي سبع سماءات ودي الكرسي ودي العرش وربنا اهيه بالموقفة سبق والله عامل كده الشيخ نجيد هتك قالنا لا يا نا اه Imad كان نحادي جو كانت قتل 5040 فعمله كده ناعملوا كده مات وهو جالت على الكابيني الاسرنبي عاري العورة فلما وقع واخد بالك الزوج دخل الدنابو في النجاس دخل اجابوه وهو ششته كلها نجاس دي اشارة اشارة للوطع اللي حاجة علشان لم ينزل الله فنجسه الله في الاخر بس اشارة كده بس دي اشارة كده لطيفة مش الحكمة تشير مش الحكمة تشير يا سيدي في الحكمة تشير هو تحن كده بيتاحن الناس يا عم هو بيتاحن الناس فهمه كده فهمه خطأ ومتطور انه عاجب جاهل مركب وهم كلهم جاهلة مركبين هم طاولين نفسهم ان كده العلم وقوقع اتعثر وقوقع مش عارب ايه نا ده هو مش فهمه ومش فهم انه مش فهمه ده هو فهم انه فهمه وهو مش فهمه وخايف لحتم ايه امتواعك لو فيهم هايشرك خايف لو فيهم نشرك وهو متشدد بالتوحيد اللي احنا بنتميه توحيد هو مش توحيد اللي بديهنهم ده توحيد اللي بديهن الله اه تقولي عربت اخرجه باع اللي ما اريد لان في ناس كثير ثابت من هذا الفكر في ناس كثير ثابت في ناس مش عايزة بتقول يقع لما يشاء سبحانه ومن اواه محل ادركه اي تبقى ومن كان له جن طالبه مكيف ومن كان له جن ايه هو الجنس عند المناطقة يقع على كثيرين مختلفين في الحقيقة متفقين اه متفقين في جوابنا هو اه متفقين في جوابنا هو لكن مختلفين في الحقيقة اللي كلمه هي لكن زي الانسان الانسان حيوان ناصر لكن انتى انت نودى انتنوا وأشكر كل واحد ما نسمه كل واحد هو شكر صية وكل، لكن كلنا انسان يبقى الجنس الانساني اسمه جنس ينفق واخد بالك زي تبدي لك مثال يعني ينقسم هذا الجنس الانساني الى انواع انواع زي اللي بده اوروبي وده افريقي يبقى الجنس ينقسم الى انواع وفصول خدت بالك ها كلهم مشتركونة واخد بالك ازاي في حاجة واحدة ومختلقين في ايه في حقيقي انت ازاي ودي عند المناطق ومن كان له جنس يعني له جنس يعني له شبيه ونظير بحيث تحط الكل مع بعض يقول ده جنس واحد يعني ومن كان له جنس يعني نظير طالبه مكيف على طول يكيف متهمت ازاي انه سبحانه كل ده كلام لسه الحل انش حنخلصه نمشي انه سبحانه لا يظله فوق لا يظله فوق يعني مكيش فوقه حاجة بمعنى الفوقية المكانية لانه لو كان يظله فوق كان مكهورا فانت ازاي لا يظله فوق ولا يقله تحت يعني مفيش جهات مكانية لفوق ولا تحت مفيش مكان اصلا عشان يكون فوق وتحت ولا يقابله حد وليس كلها الحدود تقول لي مين وش مال حد ولا يزحمه عند عندية مكان يعني لكن عندية مكانة كان عند ربه مرضية عندية مكانة مش عندية مكانة عندية مكانة لا عندية مكانة ولا يأخذه خلف ولا يحضره امامه ولم يظهره قبل دخل في الزمن ده طالت حدود المكانية دخل في حدود الجمانية ولم يظهره قبل اللي هي قبل قبل ان يوجد الله كان ايه مفيش مفيش ليت له قبل اول بلا بداية ايه انت ازاي مفيش زمان ولم يظهره قبل ولم يفنيه بعد ده 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 لا وجود شفت ادي الحلاج اللي اتلوه لو عليه ماشر والله ما يعرفونه طب قد قد ولم يجمعه كل لانه ليس بجسم ولا مكون من هدوات والات انت مكون من جسم وادوات والات يجمعه زراحين وراء باوبا موجده شغلا ولم يجمعه كل ولم يوجده كان ولم يوجده كان يعني تنفي عنه عن الازمان ولم يبتده ليس ولم يبتده ليس اللي هو النفس لانه واجب الوجود لذاته لا يقبل الانتفاق والانتفاق بمعنى ليس فليس بداة الناس فهو لا يقبل الانتفاق لذاته لانه واجب الوجود لذاته لا يتصور العقل انه غير موجود وغير اليس لا يتطور العقل انه ليس موجودا لانه واجب الوجود لذاته هل يتطور العقل ان هناك فعل بغير فاعل ان هناك حركة بغير محرك ان هناك خلق بغير خالق ان هناك وجود بغير واجب لا يتطور العقل ذلك وعلى شكه لا يدركه لي لا ولم يفقده لي يعني لا يفقد ابدا لا ينتفي ابدا يستحيل انتفاؤه لانه واجب الوجود لذاته وصفه لا صفة له اي وصفه لا كيفية له وصفه لا صفة له اي لا كيفية له ده عنا الصفة هي الكيفية مش كده برضو فوصفه لا صفة له يقول لك شوف مشركين معطلين ويجب عليك في كتب ويقولك ضلالات الصفية ويجب لك الكلام ويخيل على الناس اللي هم مش واخدين بالهم في حين انه هو عين كمال التوحيد بس عايز واحد يتفهم الناس انت شوفت فلاني ويقول لك ويقول لك دا لونه احمر وطويل وتاع واني كذا وبيلبس كذا وبيتكلم يبقى بتكيفه يبقى الصفة يا الكيفية وصفه لا صفة لا اي لا كيفة لا طيب ما انت بطول نهاب بتقول لي بلا كيف بلا كيف ما هو بيقول زيك اوه ليه بقى بتقول عليه مش ما انت بطول نهاب قاعد بتقول لي بلا كيف لما تعديني يا اخ بهمت يبقى بيقول زيه وفعله لا علة له يعني لا غرض ولا باعث له لا يسأل عما يفعل هم يسألوه لا علة له دا فعل فعله بس خد بالك الحكماء قالوا ان الحكمة هي علة الخلق والخلق فعل الله فطارت العلة الحكمة فجعلوا افعال الله معلولة بالحكمة وكأن الحكمة هي التي تسير افعال الله فكفروا خد بالك حتة دقيقة عند الفلسفة تقراها يمكن تفوت عليك وانت مش واخد بالك وهو كفر يقول لك الحكمة هي علة الخلق فلا يخلو خلق من حكمة تقول يا سلام كلام جميل صح ممكن تقول كلام جميل وهو كفر ايه الكفر اللي فيه هفهمك كفرهم اصل العلة عند الفلسفة في قول العلة اللي في مخة كنت العلة عند الفلسفة هي التي لا تنفك يعني اجبارية لا تنفك كنت فكأن العلة هي الحكمة يعني ان الحكمة تجبر الله على افعاله بمفهمهم وانت لازم تنفى معنى العلة عندهم الاول فالعلة عندهم شيء جدري يجبر على الفعل حتى يوافقها فصارت هي القائدة للفعل وليس الفعل قائدا لها فصار غير فاعل مختار بل صار فاعل مقيد بالحكم فقيدوه بالحكم قد بالك فكفر كفر عشان كده يقولك ايه بيرد على الفلسفة والحلام راجل عميق عالي وفعله لا علة له يعني لا يبحث عن الحكمة ليفعل بل الحكمة تبحث عن فعله ستوافقه فالحكمة توافق افعاله لا تدله على افعاله وتقوده لأفعاله فرق كبير بين ان الحكمة توافق الفعل وان الحكمة تقود للفعل واضح الخلق لا يخلو من حكمة لكن لا من اجل الحكمة تخلق بل وافقت الحكمة الخلق وهذا من لطافة مراد الله بعباده ان يجعل الحكمة موافقة لأفعاله غير مؤثرة فيها ودي من كمال قدرته فلما قالوا وفعله لا علة له اي لا غرض له ولا بعث له ولا دافع له ومن قال بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة اللي هو الملة المل اللي هو الملة الموحدة اللي ما احنا يعني وفعله لا علة له وكونه لا امد له يعني بطاره لا امد له يعني لا نهاية له دائم باقي ترمدي لا يزول تنزع عن احوال خلقه كل اللي فات دي احوال خلقه كل الصفحة اللي فات دي كلها احوال خلقه هو غير كده خالقه لا هو عرض ولا جسم ولا يحل ولا الاعلقة بالمكان ولا الاعلقة بالزمان ولا يتصور ولا يتكيف ولا 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 كل ده ولا 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 تنزع 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 عن احوال خلقه ليس له من خلقه مزاج اي امتزاج فلا يحل في الاشياء ليس له من خلقه مزاج لم يمتزج في الاكوال فلم يحل انكر الحلول وقتلوا لانه قال بالحلول يبقى هو قال بالحلول فى حال مقام جمع الجامع فى حال الفناء دى حاجة تانية دا انتو استططوه هو مش فايق وقتلتوه هو بغيبوبة واحد بغيبوبة كده بيقول كلام بيرفق وقلت له تعالى كفرت حاجة غريبة قولي حاجة غريبة فعلي لكن او عملوا فيه كده ربنا اعرام لي الشهادة بسطوش يجراش حاجة ليس له من خلقه مزاج بمعنى امتزاج وبمعنى غرب قدالة بمعنى غرب ليس له من خلقه غرب يستكثر بهم من ايه من قلة ويستأنث بهم من وحشة لا ليس له من خلقه مزاج ولا في فعله علاج ما يحتاجش لادوات يعالجها عشان يخلق انما قولوه اذا اراد شان ان يقول له كن فيكون ما يحتاجش يعمل اسباب ويحط حاجة على حاجة ويشتغل بل لم يخلقوا الاشياء وتركها تفعل فصارت طبيعة فاعلة لا مش كده برضا ومن يقل بالطبع او بالعلة ايه الطبيعة فاعلة هبعد الفلاسفة قالوا كن ان الرئاس سبحانه وتعالى خلق الاكوان وجعل فيها ما يسيرها فصارت بعد ذلك تسير بما جعله الله فيها بنفسه ثم بعد ذلك انشغل عنها بغيره بعد الفلاسفة قالوا كنه فصاروا فقالوا ان الطبيعة فاعلة لا هنا بقى بقولك ان لا ولا في فعله علاج لانه مدال فاعلا في الاكوان وفاعلا في الاشياء بغير علاج وبغير ولكن بقوله كن سيكون اما انت ففعلك بالاسباب وبالعلاج باينهم اي خالفهم بقدمه كما باينوه بحدوتهم يبهم ما خالفوه بحدوتهم انهم مخلوقين وبيانهم هو بايه بقدمه لانه قديم ان قلت متى فقد سبق الوقت كونه زي ما قلتلك لا يدركه اين ولا متى لان اين المكان ومتى الزمان ان قلت متى فقد سبق الوقت كونه وان قلت هو فالهاء والواه خلقه يعني نطقك هو نطقك ده هو ايه هو هو حروف مخلوقة فتباينه فكيف تصل اليه الا ان يوسلك هو اليه ان قلت في حال ذكرك تذكره تذكره بحروف المخلوقة مباينة للمذكور فكيف يوسلك اليه الا ان يوسلك هو اليه لا بفعلك بيمت المعنى شوف ايه ما يقولك ان قلت هو فالهاء والواهو خلقه يقولك سبحانه وتعالى ايه ده ده بيقول كلام كفر ربنا يقوله هو الغفور رحيم لا اله الا هو ده ال رجل كفر والله بيقوله كده وهو ما يقصدش كده هو يقصد ان الحروف مخلوقة لان الحروف تحتاج ايه تحتاج زمن تنشي فيه صوت والصوت زمن محتاج زمن ومحتاج حيز يجري فيه صح ولا لا الصوت ده يخرج من بقه ويبقه ده حيز ومحتاج زمن عشان ينتقل ويجري دونتوا سمعوا سبحانه منذك عن الاصوات والحروف والازمنة والامكنة تحبت لو قلت هو فالهاء والواه خلقه فكيف تعرفه وانت اذ ذكرته لم تذكر الا خلقه لان الحروف مخلوقة يا سلام على كلامهم العميق عشان كده القرآن قديم كلام الله لانه صفه من صفات الله لكن انت اذا قرأته كانت خراعتك حادث لانك انت تقص على لو قاعد بجي ارا حرف ورا حرف وكلمة ورا كلمة مستغرق في الزمان والمكان والآلة شغران فهل الكلام اللي طالع من بؤك ده هو كلامه ده مدلول كلامه لا كلام الله ولكن هو مدلول كلام الله فصار ما تنطقه قرآنا هو مدلول كلام الله الذي هو عنده قرآن وليس هو كلامه كلامه لا بصوت ولا بحرط ولا نظر فسمحان الذي تعطف العز وقال به عزه يمنعه ان يتنزل ويجري صفاته على خلقه فتعطف عزه ليخلق على خلقه بعض صفاته فيخلقها ينطقون بها ويتحركون بها فسبحانه لم يحل في شيء ولم يحصره شيء ولم يكن في شيء وهو على ما كان على حاله سبحانه وتعالى قبل خلق الاكوان وان قلت اين فقد تقدم المكان وجوده وقد تقدم المكان وجوده يعني وجوده تقدم المكان فالمكان هنا مفرد مقدم وجوده فان فالحروف آياته ووجوده إثباته ومعرفته ومعرفته توحيده وتوحيده تمييزه من خلقه ما تصور في الأوهام فهو بخلافه كيف يحل به ما منه بدأه كيف يحل به يعني يعني ما يحل به التطور وهو الذي بدأ التطور والخطر أبدأ السماوات والأرض على غير مثال ثابت فكيف يحل به ما أبدأه أو يعود إليه ما هو أنشأه مستحيل كل هذا مستحيل لا تماقله العيون يعني لا يرى بالمقلة لا تدركه الأبطار وهو يدرك الأبطار وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا بالمقلة ولكن بسوء برؤية لا إدراك فيها لا إحاطة فيها لا تمالقه لا تماقله العيون ولا تقابله الظنون قربه كرمته لنقولك الله قريب بعباده أي كرمته قريبة مش قرب مكانه مش قرب مكان قرب مكانه قربه مكانته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ذلك مكانته قربه مكانه كرمته قربه كرمته وبعده إهانته ما هو أقرب إليه من حبل الوريد طب ما هو الإنسان الكافر ما هو ربنا خلقه برضه أقرب إليه من حبل الوريد فإنت إزاي لكن بعيد عن ربه فالبعد هنا بمعنى إيه بمعنى الإهانة والقرب هنا بمعنى الكرامة الكرامة رحمة الله قريب من المحسنين السلام عليكم السلام عليكم ثلاثة إحنا فبلينا سفر واحد ونمشي قربه كرمته أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وعشان كده زي ما قلتلك ان سيدنا يونس وهو في بطن الحود لم يكن أقرب إلى الله ونبينا عند صدرة المنتهى دا للقرب واحد ولكن معراب يونس كان في بطن الحود ومعراب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند صدرة المنتهى لأن القرب قرب مكانه لا قرب مكان والعلو علو مكانه لا علو مكانه فلما كان مقام النبي عاليا مرتفعا على سائر الخلق جعل معراجه إلى جهة العلو فدعل كل إنسان حسب مقامه وعروجه حسب مقامه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد لو كانت بالجهة يبقى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو على الجبن مرتفعا فإن كلنا نحذف في قرد القاهرة ونوقف هناك نطلع في الدور العلوي هناك وكل واحد معد عوات بتاعكم عشان يلعي قبل ايه ما يروح شغل أفهم اللي واقف تحت لا اللي واقف فوق لأن القرب هنا قرب ايه كرامة ومكانة مش مكان افهم وبعده إهانته علوه من غير توقل العلي فعال عن خلقه توقل يعني ارتفاع مكان علوه بغير ارتفاع مكان لأنه في غير مكان أصل سبحانه علوه من غير توقل ومجيئه من غير تنقل يعني بغير حلق حركة يعني الله سبحانه وتعالى لأن الحركة تدل على ايه على الانتقال والانتقال يدل على التغير والتغير محل في حقه والتغير علامة الحدوث هو الاول والاخر والظاهر والباطن الظاهر بآياته وآلائه وتعينات صفاته والباطن الذي لا تدركه الاوهام ولا تدركه الافصار وهو اللطيف الخبير القريب البعيد قريب بكرامته لأوليائه بعيد عن اعدائه اي بعيدة كرامته عن اعدائه والقريب منهم هي اهانته فهو القريب الى الكافر بالاهانة والقريب الى الولي بالكرامة والاكرام والبعيد عن الولي بالاهانة والبعيد عن الولي بالاكرام عن الكافر بالاكرام فهو قريب بعيد للولي وقريب بعيد للنفادة في امن واحد ولكن القرب هنا بمعنى والبعد هنا بمعنى والقرب هنا بمعنى والبعد هنا بمعنى كل بما يليقه في حاله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى اللهم علمنا اللهم حققنا اللهم فقهنا اللهم حققنا بحقائق أهل القرب واسلك بنا مسالك أهل الجد يسر أمورنا يسر عيوبنا بلغنا مما يربيك آملنا واسقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم اجعل هذا الشهر الكريم المبارك شهر المحرم سببا لتحريم أجسادنا عن النار يا رب العالمين حرم أجسادنا وبشرتنا عن النار يا رب العالمين حرم قلوبنا وسرائرنا عما سواك اللهم يا رب العالمين خلصنا مما سواك يا رب العالمين خذنا إليك أخذ الكرام عليك يا رب العالمين برحمتك أرحم الرحمين انصر الإسلام والمسلمين أدل الشركة والمشركين واخذوا للكفرة عداء الدين يسر لنا ولسائر المسلمين أسباب القبول يا رب العالمين ارحمنا وارحموا لدينا ومشايخنا ولمانا والمسلمين يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وآله كما يليق بكمالك وعبدكمالك إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ أفضل صلاةٍ على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد سلماتك كلما ذكرك الذاكيون طبعاً ذكرك الغافل في حد بيعرف يمدح عشق دائم ديحباً لو في حد بيعرف يمدح مين بيعرف يمدح مين تعالى يتعلق مليا عشر بقعك بس مليا ها يا الله يتعلق تعالى خبت للصديق تعالى عديننا تعالى عديننا تعالى عديننا وعبد وعبد يتعلق اتعلق يا عبد من مثلكم لرسول الله ينتسبوا ليس الملوك لها من جدكم ناسبوا من مثلكم لرسول الله ينتسبوا ليس الملوك لها من جدكم نسبوا مال الصلاطين أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحساب مال الصلاطين أحساب بجانبكم أحساب بجانبكم هذا هو الشرف المعروف والحساب خير النبيين لم يذكر على شفته إلا وصلت عليه العجم والعرب خير النبيين لم يقرن به أحد وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب الماء الماء فاض ذلالا من أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهبوا والظبي أقبل بالشكوى يخاطبوا والصفر قد صار منه الماء ينسكبوا واهتزت الأرض إجلالا بمولده شبيهة بعروس هزها الطربوا نبوة ماتاها باطل أبدا ولا تملكها في حالة كذبوا نبوة كلها بالصدق ناطقة بالعدل قائمة آياتها عجبوا قد طاردتها قريش وهي قائمة وحاربوها ولكن كلهم غلبوا يا من يكون شفيعي يا من يكون شفيعي عند خالقه في ساعة الحشر إن وفا ليطلبوا إندي إليك بأبناء لك انتسبوا مستشفع فعلي منك أقتربوا ساداتنا الغرب من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينسكبوا من أجل فاطمة أنعن بفاطمة من أجل فاطمة قد شرفا ناسبوا ويم من نحو المدينة تارى الأنوار وصبحي ما نابينا طهى المختار وصبحي ما نابينا طهى المختار طهى يا أبى الزهراء نرجو نظراء طهى يا أبى الزهراء نرجو نظراء أرى قبة خضرة بلل ونهار يم من نحو المدينة تارى الأنوار يم من نحو المدينة تارى الأنوار وصبحي ما نابينا طهى المختار وصبحي ما نابينا طهى المختار ويم من نحو الضريحي يا فاطيحي واش في القلب الجاريحي من الأوزار واش في القلب الجاريحي من الأوزار يم من نحو المدينة تارى الأنوار وصبحي ما نابينا طهى المختار وصبحي ما نابينا طهى المختار وامدد يادا والباعة والزيراء واطلب منه الشافاعة بوقت الأسحار يم من نحو المدينة تارى الأنوار وصبحي ما نابينا طهى المختار وصبحي ما نابينا طهى المختار ترجمة نانسي قنقر